السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازاكم حبيبي الحيوين يارب تكونوا جميعا بخير قسم التربية الاسلامية الصف الخامس الابتدائي الفصل الدراسي الاول الوحدة الرابعة شخصيات اسلامية رائدة عنوان الدرس ام الشهداء القنساء بنت عمر رقم الصفحة 41 درسنا النهاردة حبيبي الحيوين يتكلم عن شخصية من الشخصيات الاسلامية الرائدة وشخصية اثر فيها الاسلام وصبرت كتير وذلك لموت اولادها الاربعة في حرب القدس تعالوا نتعرف عن الخنساء بنت عمر بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا صبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله هلعلكم تفلحون من هي الخنساء بنت عمر؟ هنتعرف عن الخنساء بنت عمر ونعرف ازاي طير الاسلام من شخصيته كانت الخنساء شعرة جاهلية شهيرة لها قدرها كانت شعرة شعرة تتميز بالشعر وكانت جاهلية شهيرة يبقى كانت شعرة جاهلية شهيرة يبقى كانت شعرة في أيام الجاهلية الجاهلية اللي هي ما قبل الإسلام وشهيرة يعني كانت مشهورة لها قدرها كانت تحكم بين الشعراء في أسواق الشعر يبقى كانت بتحكم بين ايه بين الشعراء في أسواق الشعر لأنهم زمان كانت أيام الجاهلية كان عندهم ايه أسواق الشعر دي حاجة مهمة جدا وكانوا بيعقدوا لها مجالس وكانوا بيتباروا وبيتنفسوا في مجال الشعر فالخنساء كانت بتحكم بين الشعراء بتقول من الشعر بتاعه جميل من الشعر بتاعه نقص حاجة فكانت بتحكم بين الشعراء في أسواق الشعر وكانت من صفتها أنها كانت ذكية فطنة عاقلة كانت ذكية وفطنة سريعة البديهة وعاقلة وكان الشعراء يقدرون رأيها كانوا دايما بيقدروا هي قالت كذا فإحنا لا إحنا منقدر رأيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي من شخصيتها تماما مغير من شخصيتها كتير في أفعالها وتصرفتها وكانت أشعرها بتعجب النبي صلى الله عليه وسلم عليه الأوضل الصلاة والسلام طيب كيف غير الإسلام من شخصية الخنساء إزاي يا مست أنت قلت أن الإسلام غير من شخصية إزاي إللي حصل؟ هل أنا نعرف أن الإسلام غير في شخصيتها طيب هنقول أن الخنساء دي قبل ما تدخل الإسلام سمعت نبأ مقتل أخيها صخر أخوها كان اسمه صخر سمعت عن إيه؟ جالها النبأ واحد قال لها أن أخوك مات تقتل في إيه؟ تقتل فوقع الخبر على قلبها كالصاعقة وطلطم خدها الخبر ويع عليها كالصاعقة وبدأت أن هي تقوم بأفعال الجاهلية زمان لما كان أي حد بيموت لهم كانوا بيلطموا القدود ويشكوا الجيوب ويدعوا بدعوة الجاهلية فالإسلام جاء فحرم كل هذه الأفعال فالخنساء كانت زيها زي أي حد إيه؟ في الجاهلية كانت لما تسمع عن خبر مقتل أي حد بتلطم القدود وتشك الجيوب يعني بيمزقوا الهدوم بتاعتهم بيلطموا على خدهم وبيدعوا بدعوات جاهلية وكمان كان فيه ناس بتشيلوا التراب وتحطوا على رأسهم فكل دي كانت أفعال إيه؟ في الجاهلية والإسلام جاء فحرم كل هذه الأفعال طيب يبقى دي كان إيه؟ كان فعل الخنساء قبل إيه؟ قبل الإسلام طيب لما دخلت في الإسلام إيه اللي حصل؟ سمعت بمقتل بنبأ استشهاد أولادها الأربعة جالها الإيه؟ نبأ استشهاد أولادها طيب فهي بقى إيه؟ كانت مسلمة في الوقت ده فهتقومها فمع عملتش نفس الأفعال اللي عملتها قبل الإسلام لا ده هي كل اللي قالته إن هي استقبلت الخبر أو النبأ بنفس الراضية وقالت إيه؟ الحمد لله الذي شرفني باستشهادهم وإني أسأل الله أن يجمعني معهم في مستقر الرحمة الحمد لله إن ربنا شرفني إداني الشرف العظيم ده إن أولادي يستشدوا في الحرب وأنا بسأل ربنا إن هو يجمعني معاهم في إيه؟ في مستقر الرحمة في الجنة يعني يبقى إحنا عرفنا كده إزاي الإسلام مغير من شخصية الخانساء تمام يلا نكمل مع بعض حضرة الخانساء حرب القادسية يبقى الحرب اللي الخانساء حضرتها كان اسمها حرب إيه؟ حرب القادسية وجندت أبناءها الأربعة للجهات في سبيل الله جندت أبناءها الأربعة مرة واحدة يعني ما قالتش أجند واحد بس واسيب الباقي عشان لو جرله حاجة يبقى أنا عندي برضو ليه؟ عندي أولاد؟ لا ده هي إيه؟ جندتهم الأربعة يعني دخلتهم الأربعة الحرب قالت لهم تدخلوا أنتوا الأربعة تحربوا في سبيل الله وأوسطهم بكلمات كتبت بحروف من نور أوسطهم بكلمات إيه؟ كتبت بحروف من نور وسطهم وصية وهما راحين الجهات كده ومستعدين وسطهم بكلمات فقالت لهم إيه بقى؟ دعنا نعرف الوصية لوسطها لأولادها يا بني أسلمتم طائعين يعني يا أولادي أنتوا أسلمتم طائعين وهاجرتم مختارين وهاجرتم الهجرة بإرادتكم والله الذي لا إله إلا هو بتقسمها إنكم بنوا امرأة واحدة أنتوا الأربعة ولاد امرأة واحدة له أنا يعني الخانساء وقد تعلمونا ما أعد الله للمسلمين من ثواب الجزيل في الحرب الكافرين في حرب لإيه؟ للكافرين وأنتوا عارفين الثواب الجزيل اللي ربنا أعده للي هيتحرب إيه؟ للي هيتحل الحرب مع إيه؟ ضد الكافرين أي دفع عن الإسلام أو يجاهد في سبيل الله عارفيني السواب الجزيل ده سواب كبير جدا واعلموا أن الدار الباقية خير من الدار الفانية اعلموا أن الدار الباقية اللي هي الدنيا اللي هي الآخرة عفوا خيرا من الدار الفانية اللي هي إيه؟ الدنيا فإذا أصبحتم غدا إن شاء الله مسالمين فاخدوا إلى قتال عدوكم يعني أنتوا لو أصبحتم سالمين غدا بكرة إن شاء الله أصبحتم سالمين فاخدوا إلى قتال عدوكم يعني إيه؟ اطلعوا الحرب اذهبوا إلى الحرب مستبصرين على علم ويقين وبالله على أعدائه مستنصرين يعني إيه؟ عندكم يقين أنتوا إيه؟ هتغلبوا أعداء الله نشوف معاني الكلمات معاني الكلمات الدار الباقية قلنا إن هي إيه؟ الآخرة يعني الدار الباقية اللي هي إيه؟ الآخرة الدار الباقية اللي هي الآخرة الدار الفانية الدنيا الدار الفانية يعني الدنيا الدار الباقية الآخر الدار الفانية الدنيا فغدوا يعني اذهبوا مستبصرين أيكونوا على يقين وفه يلا نقول معاني ثاني مع بعض الدار الباقية يعني الآخرة الدار الثانية يعني الدنيا فقدوا اذهبوا مستبصرين أي يكونوا على يقين وفاه حنشوف بقى أولادها لما طلعوا الحرب اللي حصل كان أبناؤها عند حصن ظنها يبقى أولادها كانوا عند حصن ظنهم زي ما أنا مثلا مهمة عبتقولي زاكر يا حبيبي علشان تجيب درجات كويسة في الامتحان فأنت تزاكر وتجتهد علشان إيه درجاتك تبقى كويسة وتوري الماما الشهادة فأنت إيه تجيب فعلا درجات كويسة وتوريها الماما فأنت كده بقت عند حصن ظن ماما علشان إنت إيه حققتلها اللي هي عايزة حققتلها أمنية أن إنت اجتهدت علشان تفرح ماما فهي أولاد الخنساء كانوا عند حصن ظنها إن هي طلعوا إيه طلعوا الحرب وجاهدوا وجاهدوا في سبيل الله فقاتلوا الأعداء طمعا في الشهادة إذا هم جاهدوا في سبيل الله وقاتلوا الأعداء دول طمعا في إيه طمعا في الشهادة فاستشهدوا الأربعة الأربعة استشهدوا في الحرب طيب نشوف بقى الخنساء استقبلت النبأ ده إزاي سهي لما جالها الخبر إن أولادها الأربعة ماتوا في الحرب استقبلته إزاي لما بلغها نبأ استشهادهم استشهاد الأربعة بلغها النبأ قالت إيه استقبلت الخبر طبعا بنفس الراضية علشان هي كانت في الإسلام في الوقت ده استقبلته بنفس الراضية وقالت الحمد لله الذي شرفني باستشهادهم وأرجو أن يجمعني بهم في مستقر الرحمته يعني هي كانت فرحانة ومبسوطة إن أولادها استشهدوا وأولادها الأربعة استشهدوا هي آه حزينة من جواه بس لا هي مبسوطة إن هم استشهدوا في سبيل الله استشهدوا من أجل الجهاد في سبيل الله وكده بكده يكون درسنا خلص النهاردة يارب تكونوا فهمتون حل مع بعض التدريبات اختر مما بين القوسين تميزت الخنساء بي نقول أن الخنساء كانت مميزة بإيه الشاعر ولا القصص ولا النوادر الشاعر منتزين حضرت الخنساء حرب اليرموق القادسية اليهود نقول أن هي حضرت حرب إيه وأولادها استشهدوا في الحرب حرب القادسية أحسنتم غير من شخصية الخنساء إيه اللي غير شخصية الخنساء الشاعر ولا قبيلتها ولا الإسلام ممتازين الإسلام يبقى غير من شخصية الخنساء إيه الإسلام كده يكون انتهى درسنا النهاردة يارب تكونوا فهمتون أشوفكم في فيديو جاي بإذن الله ودرس جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته